على خرفية تقرير Human Rights Watch وما نشرته صحافة العالمية عن المعتقلات ودور الإمارات في تأسيس شبكات تعذيب في اليمن يحيط ظلام بحقوق الإنسان في اليمن من جهات متعددة من السجون المرئية التي استخدمت للتعذيب في مناطق سيطرة الانقلابيين إلى سجون التعذيب في بعض المناطق المحررة التي تقول تقارير الإنسانية الدولية إن الأصابع الأمنية لدولة الإمارات تقف وراء ذلك لم يقتصر الأمر على الرأي العام اليمن المناهض للتعذيب الذي تشرف عليه الإمارات بل أصبح رأيا عاما دوليا حاضرا في أروقة المنظمات الدولية ذات انتقل الإنسان وفي وسائل الإعلام أيضا الرأي العام اليمن الذي يضغط للتحقيق في جرائم التعذيب وإيقافها ومحاسبة المتورطين أثمر عن لجنة للتحقيق في الدعاءة انتهاكات حقوق الإنسان بتوجهات رئاسية وحكومية وبحسب مراقبين فإن ثم تم خاوف من أن تتحول اللجنة إلى دافن للقضية وتعمل على امتصاص الصخط الشعبي ليس أكثر بحسب مذكرات تفتيش السجون التي حصلت قناة بالقيس على نسخة منها فإن توجهات مكتب النائب العام إلى نيابة استئناف الجزائية المتخصصة في عدن وحضر موت أقتضت بالنزول إلى أماكن الاحتجاز والتوقيف والرفع بما يتم التوصل إليه بحسب المذكرة المطالب الشعبية تبلورت حول أهمية تمكين المنظمات الحقوقية الدولية من زيارة السجون وكذلك على النتائج المترتبة على عمل فريق التحقيق المكلف من قبل الحكومة وهل بإمكانه إدانة الإمارات بالتورط في تلك الجرائم المعلومة للجميع منظمات حقوقية دولية هي الأخرى كشفت عن سجون سرية تشرف عليها دولة الإمارة في اليمن يتم فيها تعذيب المتطفين والتحقيق معهم بعد عملية اعتقال تعسفيا وإخفاء قسري منظمة هيوم الريتس ووتش الحقوقية في تقريرها كشفت عن أماكن السجون السرية ومعلومات عنها وحذرت من إن الإمارات تدير مركزي احتجاز غير رسميين على الأقل وأن مسؤوليها أمروا بالاستمرار في احتجاز أشخاص رغم صدور أوامر بإطلاق سراحهم وأخفوا أشخاص قسرا منظمة العفو الدولية أيضا طالبت بفتح تحقيق عاجل في دور الإمارات بتأسيس شبكة تعذيب في اليمن وبحسب متابعين فإن حضور منظمات إنسانية دولية إشارة إلى أن التعذيب في جنوب اليمن الذي تشرف عليه الإمارات أصبح ظاهرة محلية ودولية أيضا موسيقى